لكن على ذكر التأدير المتبادل بقى امكن ما يهم جمهور الاهلي ومشاهدي ومتابعي قناة الاهلي كان بالامس فيه اجتماع مهم كل جماهير الاهلي كانت مهتمة به الاجتماع شمل مجلس ادارة شركة الاهلي للانتاج العلامي وشركة بريزنتيشن لايف الشركة المتعاقدة على ادارة قناة الاهلي الناس انتظرت هذا الاجتماع صدر هذا البيان عقب هذا الاجتماع المهم في اطار الاجتماع المشترك بين مجلس ادارة شركة الاهلي للانتاج الاعلامي ومجلس ادارة شركة بريزنتيشن لايف اتفق على ان الهدف الاسمى للقناة في بث الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الاهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وادارته بما يعمق الرسالة التربوية والمسئولية الرائدة التي يتحملها النادي الاهلي تجاه الوطن ويزيد من تواصله مع المشاهدين العاشقين للرياضة بصفة عامة وجمهير النادي الاهلي بصفة خاصة عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن الرياضية والنادي الاهلي سواء كان ذلك في مصر او خارجها على مستوى العالم واتفق انه في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعاقد القائم بينهم على العمل من خلال النقاط التالية واحد تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الامناء وتغطية كل انشطة مجلس ادارة النادي الاهلي وحجب ما يقرره المجلس وعدم الحديث باسم مجلس ادارة الاهلي الا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كل في اطار تخصصه الرجوع الى مجلس ادارة شركة الاهلي للانتاج الاعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم اي محتوى او مساهمة في احداث اعلامية يكون في ضوء سياسات النادي الاهلي والعقود المنظمة للعلاقة الاستراتيجية بيننا التزام جميع العاملين بالقناة باتباع السياسات المعتمدة من مجلس الامناء وفي حالة ارتكاب اي تجاوز من اي فرد سوف يخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن الرابع توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الاهلي عبر المنصات الاعلامية المملوكة للنادي الاهلي فيما يتم من تجاوز او ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الامناء ودون تجاوز اي من القوانين او اللوائح المنظمة للشأن الاعلامي والرياضي واكد النادي الاهلي في نهاية الاجتماع انه لم يعهد التجاوز في حق اي من المؤسسات او الافراد ويتخذ كافة السبل والاطر القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الاعلامي والرياضي حالة اي تجاوزات من مؤسسات او افراد تجاه النادي الاهلي وفق القيم الوطنية وقيم الرياضة والنادي الاهلي شوفت بقى شوفت بقى هذا البيان مهم جدا وجاء فيه توقيت اكثر اهمية تمام وضع رقاطا كثيرة على حروف وحدد جوهر العلاقة بين الاهلي وادواته الاعلامية وانه ليس ثم تناقض او خلاف او سوء فهو في فلسفة هذه العلاقة البيان مكتوب بدقة مكتوب بحرفية البيان والصور بتعكس ان يا جماعة ايه المشكلة ما فيش مشكلة لما تشوف الحميمية وتشوف الود من الكابت الخطيب والقيادات الموجودة الاعلامية ومسؤوله شركة بريزنتيشن وتحديدا حرص العميد محمد مرجان ان يطلب ان يتصور منفردا مع كابت الخطيب دي رسالة بتقول للناس يا جماعة وفي ايه ده انا محمد مرجان وانا جزء من هذا النادي وبعدين حرص الدكتور سعد شلبي السلف والخلف بقى انه يروح ويتجه الى العميد محمد مرجان ويتبادله الترحيب وتسمع كلمة شكرا من العميد محمد مرجان هذا يعكس التقدير المتبادل لكل الاطراف كلنا في الاخر بنمثل الاهل الذي يلتزم بمصلحة الوطن ما فيش تناقض يا جماعة ما فيش حاجة اكتر من الصور عشان تعبرلكم كافة عبطا في هذه العلاقة طيب ده على الصعيد الاعلامي ترجمة نانسي قنقر